السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنمو الثمار والأفرع والأوراق الجديدة في أشجار التين فوق ابط الورقة كما نشاهد وتكون هذه النموات على شكل برعم واحد ذو فلقتين وهو في الأساس برعمين أحد هذه البراعم هو الثمرة والآخر هو النمو الورقي كما نشاهد هنا النمو الورقي وبجانبه الثمرة طبعا قد تظل هذه البراعم خاملة لسنوات في الشجرة بسبب ضعف نمو الشجرة أو بسبب العامل الوراثي وكما نشاهد هذه البراعم خاملة وفي الأعلى تفتحت الثمرة وتبقى النمو الخضري طبعا تبدأ الثمار بالنمو في أشجار التين غالبا من أعلى الأفرع في القمم النامية ثم يبدأ النمو في الأسفل كما نشاهد كلما نزلنا إلى الأسفل صغر حجم الثمار ونلاحظ أن النمو أقل أما في الأعلى النمو كذيف وذلك لأن القذاء الذي تمتصه الشجرة والماء يتركز في قمم الأفرع لقربها من الشمس لأن ضوء الشمس هو مصدر القذاء والورغة هي مصنع القذاء فتكون الأوراق العلوية هي الأكثر تعرضا للضوء وكما نشاهد البراعم في الأسفل الخاملة وكلما صعدنا إلى الأعلى الثمار أكثر تفتحا وأكثر نمو طبعا غدت نمو الثمار بشكل عشوائي في الأشجار ولكن غالبا النمو الثمري يكون في القمم أفضل وأكبر وأشرع نمو والسلام عليكم